حضور بقى رسمي بارز في هذا المؤتمر على المستوى الحكومي ده لسه والمهرجان طبعا وشخصيات عامة ورجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة داخل هذا المؤتمر الصحفي اللي اتعامل النهاردة فيبدأ العضو المنتدب للشركة المتحدة الأستاذ عامر الفئي يتكلم عن هذا المهرجان يتكلم على هنعمل إيه في هذا المهرجان إيه اللي هيقدمه هذا المهرجان اللي أنا أقدر أوصفه بأنه زي زي أكبر وأدخل مهرجان طرفيه ورياضي وثقافي وفني على المستوى الدولي خلونا نسمع جانب من كلمة أستاذ عامر الفئي في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام السادة الحضور أن اهتمام الشركة المتحدة لخدمات الأعلامية بالمشاركة في التنظيم والترويج لمهرجان العالمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وإثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد خاصة في زل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة منها وأمها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال أجندة متكاملة تضم برنامج غني بالحفلات والموسيقى وانشطة رياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر ليكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم ومن المستهدف أن يستقبل للمهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتصبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل وجهات في العالم وضعها على خريطة السياحة العالمية كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل طيب مهرجان العالمين ده بص هو ما في حد هيعرف يعمل كده غير المصريين اللي طالما أبهروا العالم قديما وحديثا وفي عصرنا الحالي وفي وقتنا المعاصر ما حدش بيعرف يعمل الحاجات دي زينا بأدينا بعقولنا بقدراتنا بخبراتنا بفلوسنا يعني كل حاجة كل حاجة صدقني انت هتشوف حدث هيتكلم عنه صناع السياحة والمهرجانات في العالم اشتركوا في القناة